يبدو أن واشنطن تعتزم حصار رئيس النظام السوري بشار الأسد مجدداً، فمجلس النواب الأمريكي صوت على مشروع قانون جديد ضد النظام السوري. فما الذي تضمنه القانون وماذا سيحدث في حال تطبيقه؟ وسائل الإعلام الغربية أشارت إلى أن رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي، السيناتور الجمهوري جو ويلسون، قدم مشروع قانون بعنوان مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، والذي من المفترض أن صوت عليه وفق الجدول اليومي لأعمال مجلس النواب الأمريكي. وبحسب التقارير، فإن القانون الذي قدمه السيناتور الأمريكي جاء كتشريع ثنائي الأطراف في مجلس النواب الأمريكي في شهر أيار الماضي، حيث جرت مناقشته في لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون القانونية. وحول أهمية مشروع القانون، فهو يعتبر خطوة حاسمة نحو منع الاعتراف بالنظام السوري، وحظر أي إجراءات رسمية كذلك تقضي بالاعتراف أو بتطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يترأسها بشار الأسد. فمشروع القانون، بحسب ما ذكر موقع تابع للكونغرس، يمنع المسؤولين الفيدراليين أو الموظفين من اتخاذ أي إجراءات للاعتراف بأية حكومة سورية يديرها بشار الأسد. بالإضافة إلى أنه يوسع العقوبات الحالية المتعلقة بالنزاع السوري، لتشمل أنشطة وكيانات وأشخاص إضافيين. ويتضمن مشروع القانون الجديد، ثلاثة عناصر رئيسة، أولها منع التطبيع مع حكومة بشار الأسد، والثاني توسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وثالثاً دراسة تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة. ترى ما الذي سيحدث في حال أقر ذلك المشروع؟ بحسب موقع تلفزيون سوريا، فإنه في حال إقرار مشروع القانون سيؤسس لمعارضة الاعتراف بنظام الأسد، وكذلك منع تطبيع العلاقات معه، كما سيكون رادعاً فعالاً لمثل هذه الأعمال من قبل الحكومات الأخرى. فمشروع القانون ينص على أنه لا يجوز لأي مسؤول أو موظف فدرالي اتخاذ أي إجراء للاعتراف أو الإيحاء باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بنظام بشار الأسد أو أية حكومة يديرها. ويلزم مشروع القانون أيضاً وزير الخارجية بتقديم تقرير واستراتيجية لمواجهة الإجراءات التي تتخذها الحكومات الأجنبية التي تسعى بدورها إلى تطبيع العلاقات مع بشار الأسد. وكيف يؤثر هذا التطبيع على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية؟ ترى لماذا أقر ذلك القانون خلال تلك الأيام تحديداً؟ بحسب السيناتور الجمهوري جيم ريش والذي شارك في إعداد مشروع القانون مع نواب آخرين. فإنه رأى أنه من الضروري وضع مثل ذلك المشروع نظراً لوجود موجة من الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل وتبيض النظام السوري. رغم وجود أدلة تتزايد يوماً عن يوم حول الوقائع الكبرى التي ارتكبت في سوريا. لذا جاء ذلك المشروع ليفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية على نظام بشار الأسد.